حل كريس هيبكنز محل جاسيندا أردرين رئيساً لأزراء نيوزيلندا كمرشح وحيداً لقيادة حزب العمال الحاكم ولعب هيبكنز دوراً مهماً في تصدي نيوزيلندا لجائحة كوفيد-19 ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه زعيماً جديداً في اجتماع لنواب حزب العمال في البرلمان يوم الأحد وكانت أردرين قد أعلنت الخميس أنها لم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد وستتنحى في موعد أقصى هواء الشباط القادم ولن تسعى لإعادة انتخابها هيبكنز يشغل حالياً منصب وزير الشرطة والتعليم والخدمة العامة ومن المتوقع أن يكون تصديق نواب حزب العمال بعد ظهر الأحد على توليه رئاسة الحكومة إجراءاً شكلياً ومن ثم ستقدم إردرين استقالتها إلى الحاكم العام لنيوزيلندا وبذلك سيصبح هيبكنز رئيساً للوزراء حتى انتهاء ولاية الحزب قبل موعد الانتخابات العامة في الرابع عشر من تشرين الأول وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن حزب العمال يأتي خلف الحزب الوطني نيوزيلندي المعارضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر